طيب يعني كابتن حضرتك كلمت على عقلية معينة من المديرين الفنيين هل العقلية دي بتكون هي المطلوبة أو بتكون هي لازم يكون في قدر من السرامة يعني طبعا فيه بالنسبة متفوتة فيه مدير فني ممكن يكون صارم جدا وفيه مدير فني ممكن يكون يعني متوسط وقادر يبني علاقة مع اللعبة حضرتك شايف إيه يعني لو هنتكلم كمان تحديدا على كارلوس كروش بالبعض بيتحدث عنه صارم إلى حد ما ولكن فيه علاقة ودي إلى حد ما برضو مع اللعبة وفكرة حتى أنه اللعبة بتتقبل وبتتعامل مع فكرة الفكرة الجديد لكيروش احنا شفنا كيروش جاب لعيبة ما كناش يعني بنسمع عساميهم كتير تغير مراكز يعني عمل حاجات جديدة طبعا زي ما أنت بتقولي خلينا نتكلم أن المدرب النادي غير المنتخب المنتخب يتجمع في فترات قليلة جدا وبالتالي عملية الصارمة ما أتكلمش صارمة مع اللعبين أنا أتكلم الجزئية والمعادلة الصعبة اللي يمكن أليل من المدربين وخاصة على مستوى المنتخبات عملها وطبعا كابتن الجهري وكابتن حسن شحاتر أنه بيكون صارم جدا وفي نفس الوقت اللعبة بتحبه فيه علاقة طيبة ما بينه وما بين اللعبين فيه مسافة all distance الrespect والاحترام لكن كمان اللعبة بلغة الكرة عندنا بنقول اللعبة دي بيتموت نفسها عشان المدرب يعني دي لغة درجة كده هو علاقة طيبة ما بينه وبين اللعبة فيه علاقة طيبة على المستوى على مستوى المعسكرة على مستوى التعامل ولكن وقت الشغل شغل يعني أول ما اللعيب خلاص بنخش مود المباريات بيبقى العملية بتبقى فيها تركيز كبير جدا 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 وانا ده اللي شايفه فيه منتخب مصر دلوقتي العلاقة ما بين كروش واللعيبة أعتقد علاقة ممتازة وشوفنا لقطات كتيرة جدا محمد صلاح بيروح على الخط بيتكلم معاه بشكل لأن محمد صلاح قائد يعني ده بيقود المنتخب بالشكل كويس فعلاقة المدرب وعرف يكسب صلاح ده اللي شرط الكابتنة فعرف يكسب لا مش عمد خنيش أنا اللي بقول هو يعني فيه زكاء من كروش ما فيه شك طبعا لازم ممدير الفني لازم يكون زكي لأن القرارات وخاصة على مستوى المنتخبات القرارات بتكون سريعة جدا الوقت اللي بيمر بيه مدرب المنتخب مش وقت طويل وبالتالي لازم يكون مركز كويس قوي قوي في الفترات اللي بيتجمع فيها المنتخب على مستوى السوشيال ميديا على مستوى الحديث مع الجماهير والنقاط وعلى مستوى كمان تحضيره للمبارات بشكل كبير